موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك جد معادلة الدائرة التي يقع مركزها على المستقيم صاد يساوي 3 وتمر بالنقطتين 2-1-0-5 وهذا سؤال ممطي موجود في الكتاب وفكرته معروفة لما يحكي لك يقع المركز على المستقيم صاد يساوي 3 وتمر بالنقطتين 2-1-0-5 طبعا احنا بنستخدم في الحالة هاي الصورة الصورة العامة ايش هي الصورة العامة يا استاذ الصورة العامة اللي هي سين تربيع زائد صاد تربيع زائد ألف سين زائد باء صاد زائد جيم وساوي 0 الصورة العامة يا جماعة المركز فيها بيكون سالب معامل سين على 2 يعني سالب ألف على 2 وسالب معامل صاد على 2 يعني سالب باء على 2 الآن لما يحكي لك المركز هذا يقع على المستقيم صاد يساوي 3 صاد يساوي 3 طبعا هون تعتبر هاي بمثابة السين وهاي بمثابة الصاد ففي الحالة هاي عوض صاد اللي هي سالب باء على 2 سالب باء على 2 هتساوي 3 اضرب ضرب تبادلي سالب باء تساوي 6 يعني باء تساوي سالب 6 طيب ارجع للسؤال معناة صارت المعادلة سين تربيع زائد صاد تربيع زائد ألف سين والباء اللي هي سالب 6 اذا صارت سالب 6 صاد زائد جيم يساوي ايش يساوي صفر ه院 سالب 6 يبقى تاني لما يعطيك سؤال زي هيك هتستخدم في الصورة الصورة العامة الصورة العامة سين تربيع زائد صاد تربيع زائد ألف سين زائد باء صاد زائد جيم يساوي صفر طب المركز يقع على المستقيم صاد وساوي 3 المركز اللي هو سالب ألف على 2 وسالب باء على 2 هاي بمثابة السين وهاي بمثابة الصاد المركز يحقق معادلة المستقيم صاد وساوي 3 طب ما يصدل هي سالب به على اثنين. سالب به على اثنين سلوى ثلاثة. ومنها bقت سهى وسلوى ستة. عوضنا بقى هون سلف ستة. الان بيجي نقطتين هى اثنين واحد وصفر وخمس. اثنين واحد وصفر وخمس. انا بفضل دايما نستخدم النقطة اللي فيها صفر اولا. صفر وايش يا جماعة صفر وخمس. طيب استخدم لي النقطة اللي هي. صفر صفر وخمس. صفر وإيش يا جماعة صفر وخمسة طبعا الصفر اللي هو السين والخمسة اللي هي مين اللي هي الصاد عوض صن صفر صفر تربيع صفر طب صاد خمسة خمسة تربيع خمسة وعشرين وإحنا حكينا برضو الصن صفر راحة هتصير سالب ستة صاد خمسة يعني سالب تلاتين زائد جيم يساوي صفر تمام هيك يا جماعة نتأكد الصن صفر بتروح كل السينات الصن صفر بتروح كل السينات يعني هاي الصن بتروح وهاي الصن بتروح الصاد خمسة خمسة تربيع خمسة وعشرين سالب ستة بخمسة سالب تلاتين زائد جيم يساوي صفر خمسة وعشرين ناقص تلاتين سالب خمسة معناته منها جيم هتساوي جيم هتساوي خمسة نرجع الآن للمعادلة هاي جيم خمسة معناته صارت المعادلة صن تربيع زائد صاد تربيع زائد ألف صن ناقص ستة صاد خمسة. ازان زائد خمسة يساوي الصفر. ما장 لي عندك لا النقطة اللي هي اثنين واحد. الان هستخدم النقطة اللي هي تنين واحد. طبعا هاي السين.وهاي الصاد. ولاحظوا زي ما ارزا مع فيodes. انا دايما بفضل استخدم النقط اللي فيها الصفار في البداية. السين اثنين والصاد واحد. السين اثنين. اثنين تربيع اربعة. زائد الصاد واحد. واحد تربع واحد طيب زائد الف والسين اتنين بتصير اتنين الف الصاد واحد اذا ناقص ستة زائد خمسة يساوي صفر جمع الان اربعة زائد واحد خمسة وهون خمسة عشرة عشرة ناقص ستة اربعة يعني اتنين الف زائد اربعة يساوي صفر هيطلع عندك الف تسوي ايش سالب اتنين وهيجبنا كمان الف يا جماعة هات المعارفة هتي امضلش اللي هيا استاذ اللي فيها الف واين طلعنا الف تساوي سالب اتنين معناته سين تربيع زائد صاد تربيع والالف سالب اتنين هتصر سالب اتنين سين وسالب ستة صاد سالب ستة صاد زائد خمسة يساوي ايش يا جماعة يساوي صفر هيها معادلات الدائرة اللي احنا بدنا انطلع مفهوم يا جماعة الكلام هاد يبا هذا سؤال يعتبر سؤال نمطي يعني سؤال معروف وموجود في الكتاب يقع مركزها على المستقيم وتمر بنقطتين هيك طريقة حل السؤال وزي ما انتوا شايفين طلعت معنا المعادلات على السريع ممكن الآن يطلع معك معادلة فيها مجهولين معادلة فيها مجهولين تبلش تحل معادلات يا جماعة اللي بيكون فيها مجهيل طبعا تستخدم طريقة الحذف طريقة الحذف ولكن تشايفين المعادلات تحلت معانا مباشرة وصلنا عند هذا السؤال اللي هو جد معادلة القطع المكافئ بدو المعادلة يا جماعة الذي بقرته هاي معطيني بقرة ايش البقرة؟ البقرة عندك بقرة تلاتة واثنين طيب ماشي بقرة تلاتة واثنين كويس ومحور يوازي محور السينات محور يوازي محور السينات ويمر منحنى بالنقطة تلاتة واربعة ويمر منحنى بالنقطة تلاتة واربعة شو رأيكو هيك نجرب نرسم؟ طبعا القطع المكافئ معروف المكافئ حشان تطلع معادلة المكافئ بدنا الرأس والنوع وقيمة ايش؟ وقيمة جيم طبعا طيب تعال نشوف القصة هاي يعني نحاول نرسم الأشياء هاي عندك بقرة تلاتة واثنين هاي محور الصادات محور السينات البقرة تلاتة واثنين تلات احكي واحد اتنين تلات هون التلات وهون واحد اتنين هون اتنين اذا هاي البقرة يا جماعة تلاتة واثنين هاي البقرة خلاص يبقى هاي بقرة طيب بحكي لك محور ويوازي محور السينات محور ويوازي محور السينات هاي محور السينات اذا المحور هيجي هون لان البقرة لازم تكون على المحور يبقى هذا هو المحور يا استاذ مش شغلة صعبة يعني البقرة تجعل محور هاي المحور طيب معلش تمام؟ كمل طيب يمر منحناه بالنقطة 3 و 4 3 و 4 هاي 3 هون 3 وهون 1 2 3 4 هون 4 يعني معناته بيمر بالنقطة 3 و 4 منحناه يمر بالنقطة هاي طيب ماشي ممكن يكون مفتوحك وممكن يكون مفتوحك ما بتفرق طيب ماشي يقع رأسه إلى يسار بؤرته أيوة الرأس إلى يسار البؤرة معناته هون البؤرة الرأس بيجي يسار البؤرة يسار البؤرة فهنحط الرأس عشوائيا في أي مكان هنحط الرأس عشوائيا في أي مكان ولي أكون هون مثلا هنرسم هيك القطع هاي هيك وطبعا ايش عشوائيا برضو إذا بيمر بالنقطة هاي هون البؤرة إذا بيمر بالنقطة هاي لفوق اتنين معناته هاي مر بالنقطة هاي لأنه ايش متماثل حول المحور طيب هاي الرأس عرفنا منه اشي شو عرفت من الرأس هاتا نشوف شو عرفت في الرأس عرفنا يا سيد العزيز انه الاحداث الصادر للرأس اتنين طب الاحداث السيني مجهول هاي دال خلاص دال مجهول ماشي الحال ماشي الكلام طيب من هون لهون من هون لهون ما هي جيم طيب جيم هاي قطاع فقية يعني دلتسين فجيم هتساوي دلتسين ودلتسين بتساوي سين اللي على اليمين البقرة شو هي البقرة كانت تلاتة واثنين يا جماعة البقرة هاي تلاتة واثنين فدلتسين بتساوي سين اتنين اللي هي هاي تعتبر سين تلات ناقص سين هاي اللي هي مين اللي هي دال فجيم بتساوي تلاتة ناقص دال ممكن جيب الدال هناك هاي دال تساوي 3 ناقص جيب نفس الكلام عيدها كمان مرة يا استاذ وهي فكرة مكررة يا جماعة على فكرة هاي فكرة تعتبر ايش فكرة مكررة طيب ماشي فكرة مكررة خلنا تنشوف كيف الفكرة كمان مرة البقرة 3 و 2 هاي البقرة 3 و 2 محور يوازي محور السينات هاي المحور يوازي محور السينات يمر بالنقطة 3 و 4 هاي النقطة 3 و 4 اللي يمر بيها يقع رأسه لا يسار بقرته الرأس لا يسار البقرة يعني الرأس بيجي في منطقة ماهون عملنا هيك وعملنا هيك خلاص الرأس عارفنا منه طبعا الإحداث السيني الوهدار للرأس مش عارفين في أي مكان ولكن الإحداث الصادق اللي هو يعتبر ايش اثنين إزن د chain 2 البقرة هون 3 و 2 من الرأس للبقرة في جيم طب ما هي جيمها ايها تعتبر دلتاسين اللي هي بتساوي التلات اللي هي سين 2 نقص 20 1 فجيم دلتاسين 3 نقص دال يعني جيم تسوي ثلاثة نقص دال يعني دال تسوي ثلاثة نقص جيم اكتب المعادلة الآن اكتب المعادلة طبعا الرأس عرفنا الرأس اللي هو ايش حكينا دال واثنين وهذا نوعه سيني موجب او سيني لليمين وجيم ما احناش عارفين جيم لحد الآن اكتب المعادلة الآن سيني بما انه سيني التربيع للصاد فبتصير صاد ناقصها ها عرفنا ليه اثنين صاد ناقص اثنين تربيع هو موجب يعني اربع جيم في سين ناقص ايش ناقص دال الآن هادر اشيل الدال هاي هيصير عندي صاد ناقص اثنين تربيع هتسوي اربع جيم افتح قوس هتصير سين ناقص دال اللي هي ناقص دال تلاتة ناقص جيم هتصير ناقص تلات زائد جيم طيب المعادلة هاي الآن فيها مجهول واحد اللي هو يعتبر اللي هو ايش جيم وعندك القطع يمر بالنقطة يمر بقرته ويمر بالنقطة ثلاثة ثلاثة واربعة إذن نقطة 3 و 4 تحقق معادلة القطع 3 و 4 تحقق معادلة القطع بلش عوض الآن 3 و 4 عندك هاي سين تعتبر 3 و صاد يساوي 4 صاد 4 4 نقص 2 2 2 تربيع تساوي 4 4 تساوي 4 جيم والسين عند اللي هي 3 3 نقص 3 راحه مع بعض هيضل جيم معناته ممكن تحكي 4 مع 4 هون بيضل عندك 1 جيم تربيع تساوي 1 يعني جيم تساوي 1 أعملها شوي شوي حاضر ماشي ماشي أعمل لكم ماشي 4 تساوي 4 جيم بجيم اللي هي 4 جيم تربيع على 4 على 4 جيم تربيع تساوي 1 خذ الجذر معناته جيم تساوي 1 لأن الجيم مستحيل تكون سالب هاي طلعنا جيم يا جماعة الآن ارجع للمعادلة اللي انت كنت كتبها طيب أنا معادلة هاي المعادلة هاي هاي المعادلة اكتبها ما فيش داع تطلع ايش فيش داع تطلع الدال يعني فبتصر صاد نقص 2 تربيع صاد نقص 2 تربيع ها تساوي 4 جيم الجيم عندي 1 يعني 4 ونسين نقص 3 زائد 1 سالب 3 زائد 1 سالب 2 اذا نسين نقص 2 هاي هي يا جماعة المعادلة ايش اللي بدنا اللي بدنا نطلع ماشي ايك تمام هاي معادلة معادلة القطع معادلة القطع متفقين يا جماعة متفقين يا استاذ طبعا ما احد ممكن يحل السؤال هادا بطريقة تانية انه يكتب المعادلة ويخلي جيم ودال يكتب المعادلة الاولى يعوض النقطة 3 و 4 وممكن يستخدم اذا هون بيمر بالنقطة 3 و 4 اكيد هيمر بالنقطة كمان اللي هي مين 3 و 0 هاي ها هون لانه هون تبعد اتنين اكيد هون لازم تبعد اتنين 3 و 0 استخدم نقطتين بيطلع عنده معادلتين بيقسمهم على بعض بيطلع جيم ودال او بالطريقة هاي انه هون البقرة وهون الرأس بنتهم جيم اللي هي دلتا سين اللي هي 3 نقص دال علاقة بين جيم ودال دال بتساوي 3 نقص جيم بتطرح تكتب المعادلة بتشيل منها الدال بتحط بدالها هاي صار في عندك مجهول واحد استخدم النقطة اللي معطيك اياها بيطلع معك ايش الجواب اللهم صلى الله عليه وسلم محمد جينا لهذا السؤال يا جماعة بتدل محل الهندسي محل الهندسي للنقطة نون سين وصاد والتي تتحرك في المستوى البين بحيث يقول مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين يساوي مقدار ثابت مجموع بعديها يا استاذ هذا تعريف القطع الناقص القطع ايش يا جماعة القطع الناقص هذا تعريف القطع القطع الناقص اللي هو ايش مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين يساوي مقدار ثابت هذا يا جماعة تعريف القطع النقص بس هيك يا أستاذ بس هذا السؤال المفروض سؤال العشر ثواني هذا السؤال الهدية سؤال التوفير الوقت صليتوا عن نبي يا جماعة الله مصدر الله محمد معتمد أن الشكل المجاور الذي يمثل قطع مكافئ رأسه ثلاثة واثنين وين هايها ثلاثة واثنين هاي الرأس جميل ويمر بالنقطة خمسة واربعة هايها خمسة واربعة فإن معادلته يعني جد جد معادلته طبعا واضح بدك معادلة القطع المكافئ انت معادلة القطع المكافئ القطع المكافئ يا أستاذ بدنا الرأس وبدنا النوع وبدنا قيمة ايش قيمة جي طب ما هم أعطيك في السؤال الرأس ثلاثة واثنين ومبين في السؤال ان نوعه سيني موجب سيني موجب إذا ما ضلش عندك مجهيل إلا مين ألا جيم طب ما هو بيحكي لك يمر بالنقطة خمسة واربعة إذن النقطة خمسة واربعة هاي هتحل لك المشكلة لأنه ما ضلش عندك ألا مجهول واحد اللي هو مين جيم اكتب المعادلة طب شو المعادلة يا أستاذ نوعه سيني موجب التربيع للصاد معنى تصاد ناقص اتنين تربيع يساوي موجب يعني أربعة جيم في سين ناقص دال دال اللي هي ايش تلات هذا السؤال فيه مجهول واحد اللي هو الجيم والنقطة اللي عندك هتقدر تعتبرها طبعا ان هي ايش هاي سين وهاي صاد وتعوضها وتطلع المجهول اللي عندك الصاد أربعة أربعة ناقص اتنين 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 تربيع أربعة يساوي أربعة جيم السين اللي هي كام السين خمسة خمسة ناقص تلاتة اتنين اتنين بأربعة تمانية جيم تمانية جيم ماشي فجيم هتساوي أربعة تمانية جيم هتساوي نص إذن المعادلة على السريع صارت صاد ناقص اتنين تربيع صاد ناقص اتنين تربيع تساوي أربعة جيم الجيم نص أربعة نص هتصار اتنين اتنين بسين ناقص إيش؟ سين ناقص ثلاثة هاي طلعنا المعادلة يا جماعة بكل سهولة صاد ناقص اثنين تربيع تسوي اثنين في سين ناقص ثلاثة وين؟ صاد ناقص اثنين تربيع صاد ناقص اثنين تربيع سوي اثنين في سين ناقص ثلاثة اللي هي إيش؟ اللي هي ألف مرضو استزادة سؤال سهل جدا كل شيء معطيني إياه إلا بس الجيم ومعطيني نقطة النقطة هاي الآن بتطلع لي الجيم اللهم صلى الله عليه السيدنا محمد قطع ناقص معادلته هاي معادلة القطع ناقصين تربيع زائد أربعة صاد تربيع يساوي يساوي مية شو رأيكو يا جماع هاي مرتبة لا يا أستاذ مش مرتبة طب ليش لازم المية هاي تصير واحد طب هاي الشغلة سهلة بالنسبة لنا طبعا سهلة قسم على مية وهون كمان على مية وهون كمان عالمية فبتصير المعادلة الآن سين تربيع عالمية هاي ها سين تربيع عالمية زائد أربعة عالمية صاد تربيع هنختصر الأربعة يصير تحت عندك ايش خمسة وعشرين الآن بتساوي بتساوي واحد هذا قطع ناقص أكيد القطع ناقص هذا نوع سيني العدد الكبير اللي هو بيكون ألف تربيع معناته ألف تربيع تساو مية جماعة يعني ألف هتو ساوى عشرة باق تربيع بتساوي خمسة وعشرين فباق هتساوي خمسة شو بده فإن مساحته هو بده المساحة طبعا انتوا عارفين إن المساحة بتساوي ألف باق باي اللي هي يعني هتساوي عشرة بخمسة خمسين باي خمسين باي خمسين باي خمسين باي يا جماعة المساحة تساوي 50 باي وينها 50 باي هايها باء المساحة تساوي 50 باي هدية ولا مش هدية هدية مقبولة يا وزارة اللهم صلى على سيدنا محمد جد معادلة القطع القطع الناقص عشان نطلع معادلة القطع الناقص طبعا لما نحكي قطع ناقص أكيد هيلزمنا في المركز وهيلزمنا النوع وهيلزمني إيش ألف وباء هاي معادلة القطع ايش النقص طيب جد معادلة القطع النقص الذي بقرتها 4 و 3 و 0 و 3 لما تحكي البقرتين 4 و 3 و 0 و 0 و 3 هدو البقرتين يا جماع مين اللي قاعد بتغير هون اللي قاعد بتغير يا أستاذ اللي هو السين أيوة معناته هده سين يا سيد العزيز ف4 و 0 و 3 بيجو هيك ها طبعا هون الأربعة و 3 الأكبر وهون الأصغر والصفر اجمعهم 4 زائد صفر و قسمهم على 2 هاي طلع 2 إذن المركز 2 و 3 المركز 2 2 و 3 وهذا شو نوع حكينا حكينا نوع يا أستاذ سيني مبين طيب تمام من المركز طيب يا أستاذ من المركز للبقرة من المركز للبقرة هذا معروف انه جيم بقرة يعني جيم بقرة يعني جيم طيب الجيم هون اللي هي دلتسين الجيم هون اللي عبر عن دلتسين طب دلتسين بتساوي سين 2 نقص سين 1 يعني 4 ناقص 2 ساوي 2 فجيم هتساوي 2 هاي طلع طلك جيم تساوي 2 سهلة ليش من المركز للبقرة يا أخي بحكي لك جيم فجيم دلتسين شو يعني دلتسين يعني هتطرح الـ 4 سين 2 نقص سين 1 4 نقص 2 هتطلع عندك جيم تساوي 2 طيب في هون عندي بيحكي لي طول المحور الأكبر يساوي طول المحور الأكبر اللي هو 2 ألف 2 ألف يساوي اكتبها الجهة التانية حاضر 2 ألف طول المحور الأكبر بيساوي 2 ألف يساوي أربعة أمثال يعني أربعة ضرب بعده البقري أربع أمثال البعد البقري البعد البقري اللي هو 2 جيم تمام يبقى البعد البقري 2 جيم المحور الأكبر 2 ألف أربع أمثال البعد البقري 2 جيم جيم موجودة عندي 2 معناته 2 ألف هتساوي 2 ب 2 4 4 ب 4 16 إذن هيك يا أستاذ ألف تساوي إيش ألف تساوي 8 على 2 على 2 ألف تساوي 8 عرفت ألف تساوي 8 ضل أعرف البق وهي سهلة جدا لأنه البق تربيع في هذا القطع بتساوي ألف تربيع ناقص جيم تربيع يعني البق تربيع ألف تربيع 64 ناقص جيم تربيع اللي هي أربعة تطلع كام 60 يا جماعة 64 نقص 4 يساوي 60 إذن بق تربيع تساوي 60 طيب خليها بق تربيع ما انا بلزمني اصلا في المعادلة بقى تربيع احنا حكينا نوع القطع ايش سيني نوع القطع ايش يا جماعة سيني فاولا هيبلش عندي سين ناقص دال دال اللي هي اتنين تربيع على الف تربيع الف تمانية الف تربيع 64 هذا قطع ناقص اذا هون زائد صاد ناقص ها اللي هي تلات تربيع على بقى تربيع بقى تربيع اللي طلعت عندي 60 هذا كله يساوي ايش يساوي واحد هاي هي يا جماعة المعادلة اللي بدنا اياه خلاص هاي المعادلة اللي بدنا اياه المعادلة اللي بدنا اياه واضحة يا جماعة سهل الامور تمام واضحة هاي اللي واضحة السؤال جدا وهي سؤال حلو لطيف تقدر الواحد يقدر يحله بسهولة جدا السؤال هاد جد احداثي المركز والرأسين والبؤرتين يا سلام بدوا المركز والرأسين والبؤرتين دايما يا جماعة خليكم ركزين انه دايما الرأس بترتبط مع الالف والبؤرة دايما ترتبط مع ايش مع الجيم للقطع المخروطي الذي معادلته اكتب لك المعادلة اه وارتبها هاي تسعة سين تربيع ناقص اربعة صاد تربيع زائد طمانطاش سين زائد ستاش صاد يساوي تلاتة واربعين وهذا القطع بداية هيك شو نوعه هذا يا استاذ قطع زائد كيف عرفت هيك على السريع ما وشوف يا استاذ معامل سين تربيع اشارته تختلف عن اشارة معامل صاد تربيع فهذا على طول قطع ايش قطع زائد طب ما هو قطع زائد الان بدينا نرتب المعادلة اتفضل حضرتك رتب المعادلة انا شايف ان السينات موجبة فاخد السينات مع بعض تسعة سين تربيع وعندي هون زائد طمانطاش سين زائد طمانطاش سين هنعمل طبعا احنا منرتب عشان نعمل اكمال مربع وفي عندي ناقص اربع صاد تربيع وفي زائد ستاش صاد هذا كله بيسوي ايش تلاتة واربعين هجمعتلك السينات لحال والصادات لحال باخد معامل سين تربيع عامل مشترك تمهيدا لإكمال المربع فيصير عندك هون تسعة بظل عندك سين تربيع زائد اتنين سين وبناخد معامل برضو صاد تربيع عامل مشترك تمهيدا لإكمال المربع اذا سالب اربعة هيضل عندي هون صاد تربيع ناقص اربع صاد لانه ستاشع سالب اربعة فطعتني سالب اربعة وهي الصاد زمعية وهذا كله يساوي 43 كيف بتعمل اكمال مربع يا استاذ معامل سين 2 بنقسمه على 2 وبنربعه 2 على 2 1 تربع بتعطيك 1 إذن هنضيفهن 1 معامل صاد 4 سيبك من السالب 4 على 2 ومنربع 4 على 2 2 تربع بتعطيني 4 إذن هنضيفهن 4 فهتصير المعادلة كالتالي في عندي بره 9 سين تربع زائد 2 سين حكينا هنضيف 1 وهناك سالب 4 صاد تربع ناقص 4 صاد هنضيف 4 يساوي 43 بس أنا ضفته هون 1 بس هو حقيقة مش 1 هو حقيقة 1 مضروب مع التسعة فهتصير تسعة يعني وهون أضفت 4 فهي حقيقة مضروبة بسالب 4 ف4 بسالب 4 اللي هي سالب 16 هيك الأمور تمام صار عندي هون التسعة هتنزل طبعا إكمال المربع السين تربع بتنزل سين وبتنزل نفس الإشارة هاي دايما والواحد اللي هو واحد بواحد وبيضلهن تربع سالب 4 الصاد تربع بينزل عندك صاد ودايما بتنزل إشارة هاي زي ما حكينا والاربع اللي هي اتنين باتنين. هنحط اتنين. ونحط اربيع. حسب لي هاي اللي يرضى عندك. تلاتة واربعين زائد تسعة هتصير كانو تلاتة واربعين زائد تسعة كمية جماعة? اتنين وخمسين استاذ. اشطرين في الحسابات اشطر مني. ناقص ستاش. ناقص ستة ستة. هي صارت اربع ناقص واحد ايش? تلاتة. ستة وتلاتين. تمام. اخر خطوة في اكمال المربع احنا بدنا ستة وتلاتين تصير واحد. وهي شغلتنا سهلة جدا. اقسم على ستة وتلاتين. على ستة وتلاتين. على ستة وتلاتين. فاتصفي المعادلة عندي زي ما انتم شايفين. تسعة مع ستة وتلاتين. اتصفي عندك تحت اربعة. فوق سين زائد واحد تربيع. ناقص. ستة وتلاتين مع اربعة تصفي عندي تحت تسعة. صاد. ناقص اتنين تربيع. يساوي واحد هيك الامور صارت ايش? صارت تمام. انت بدك المركز والرقصين والبقرتين. طيب. المركز هده بجيب لك اياه بسرعة. المركز هده بجيب لك اياه بسرعة. بس احنا دايما بنحدد التلات اشياء اللي احنا دايما بنحب نحددهم اللي بريحوني. اللي هو المركز. والنوع. والف. وبق. دايما احنا بنحب الشغلة هاي. المركز اللي هو من عند السين. سين زائد واحد. ازان المركز سالب واحد. ومن عند الصاد. صاد ناقص اثنين. هتصر اثنين. سالب واحد واثنين. النوع. هتساوي اتنين. اه باق تربيع هتساوي تسعة. يفترض ان باق هتساوي تلات. انا بعرف انه الجيم تربيع في هذا القطع بتساوي الف تربيع زائد باق تربيع. يعني الجيم تربيع تساوي الف تربيع اربعة زائد باق تربيع اللي هي تسعة. يعني جيم تربيع تساوي تلتاش. ازان الجيم هتساوي جذر 13 ما فيش طبعا سالب لأن الجيم دايما موجبة طيب يا أستاذ ايش بدك في السؤال انت بدي المركز جبت لك المركز طيب بدي الان الرأسين والبقرتين طيب جميل جدا هذا القطع نوعسيني نوعسيني بما انه نوعسيني هعمل لك يا هيك ها ايش المركز المركز يا أستاذ سالب واحد واثنين تمام سالب واحد واثنين هذا المركز طيب هذا قطع ايش حكينا قطع زائد يعني بيجي شكله زي هيك يا استاذ مسلا وشكله زي هيك حلو طيب الرأسين آه واضح ان الرأسين والبقرتين ما هيو احنا عشان نروح للرأس بنتحرك يمين ويسار بيكون عندك هون رأس وعندك هون رأس فالرأسين في الحالة هاي بحكي لك احنا بنتحرك يمين ويسار فهتصير السالب واحد اللي هي السين هي اللي بتتغير مرة بنزيد ومرة بننقص طب بالنسبة للرأس شو بتزيده بتنقص قيمة الف طب ما الف عندي يساوي اتنين حلو الف يساوي اتنين طب والصاد الصاد زي ما هي واتنين تمام هاي الرأسين طب شو بالنسبة للبقرتين ها البقرتين يا استاذ برضو هنتحرك بس للبقرة لهناك هون في بقرة وهون في بقرة فلما نتحرك للبقرة بنزيد جيم فهتصير سالب واحد برضو موجب مرة بنزيد ومرة بننقص جيم اللي هي جذر تلتاش فاصلة والتنين كل اتنين زي زي ما هي ماشي هاي هون واتنين يعني الرأسين ازا بتحب سالب واحد زائد اتنين بتعطيك واحد واتنين والرأس التاني بالسالب سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة واتنين هاي الرأسين البقرتين سالب واحد زائد جذر تلتاش بتضل زمية سالب واحد زائد جذر تلتاش واتنين وبرضو سالب واحد سالب جذر تلتاش واش كمان واتنين هاي الرأسين وهاي البقرتين يا جماعة والمركز طبعا احنا كتبينه فوق اللي هو سالب واحد واتنين يبقى هدول الرأسين وهدول ايش وهدول البقرتين سهل السؤال في مشكلة يبقى هاي المعادلة ما اعطيني اياها ها القطع المخروض حرفت انه قطع زائد حولتوا للصورة القياسية اه المركز والنوع والف وباق وجبنا جيم عشان البقرتين رأسها منها طلعنا الرأسين وطلعنا البقرتين الرأسين متحرك يمين ويسار والبقرتين يمين ويسار اذا يمين ويسار معناته الاحداث السن هو اللي تغير والاحداث الصادية ما له دخل سؤال جميل وممتع وحلو الصراحة السؤال يعني واحتمال كبير بيجي في الوزارة سؤال زي هيك على قطع من القطوع يعني يقول لك حدد المركز الرأسين البقرتين معادلة المحور معادلة الدليل اه الشغلات طول المحور الاكبر طول المحور الاصغر طول المحور القاطع طول المحور المرافق شغلات يعني سؤال زي هذا كتير يعني بتكرر بالوزارة اللهم صلى على سيدنا محمد اه قطع زائد معادلته هي معطيني معادلة القطع الزائد فان معادلة محور القاطع بده ايش معادلة محور القاطع طيب يا استاذ لحظة شوية هاتلي هذا القطع اللي هو يفترض سين ناقص ثلاث تربيع على اربعة ناقص صاد زائد اتنين تربيع على تسعة وساو واحد انا شايف يا استاذ ان المعادلة هاي مرتبة مية بالمية وهذا القطع مركزه المركز اللي هو من عند السين سين ناقص ثلاث يعتبر هون ثلاث وصاد زائد اتنين تلاتة وسالب اتنين هذا مركزه طيب نوعه نوعه سيني طيب ألف وبقى هون في السؤال هذا مش هيلزمني ألف وبقى هذا نوعه سيني يعني شكله زي هيك سيني هايو سيني هيك مثلا وهيك مركزه تلاتة وسالب اتنين هذا اللي بيهمني بسيه جماع ها مركزه تلات وسالب اتنين طب وين المحور القاطع وين المحور القاطع هذا هو المحور القاطع طب شو معادلته هذا يا جماعة شو معادلة المحور القاطع هذا هذا المحور استاذ هيك بيقطع محور الصادات هذا بيقطع محور الصادات بما انه بيقطع محور الصادات فمعادلة بتعتمد على محور الصادات صاد يساوي صاد يساوي سالب 2 خلاص هيك السؤال بس هيك الفكرة صاد يساوي سالب 2 والله يستي السؤال يعني قصير وذكي وسهل وسريع طبعا الطالب الفاهم أكيد يعني هاي الشغلة بالنسبة لكم سهلة جدا قطع زائد معادلة يعني معطيق معادلة القطع الزائد المركز أكيد من عند السين 3 ومن عند الصاد سالب 2 وهذا القطع نوعه سيني فعملت قطع سيني وحطت المركز المحور القطع اللي هو هات هذا المحور القطع هذا المحور القطع بيجي هيك فبيقطع محور الصادات فمعادلته بتعتمد على محور الصادات اللي هي صاد يساوي سالب 2 لأنه قيمة صاده نقديش يا جماعة سالب 2 بس خلص السؤال قطع ناقص معادلته اكتب لي المعادلة هيك سين تربيع على 9 زائد صاد تربيع على 25 يساوي واحد المعادلة هي مرتبة المعادلة هي جماعة ايش مرتبة ها تمام طبعا استاذ فإن مجموع مجموع طولي محوريه طولي محوريه طبعا هون هاي ألف تربيع تساوي 25 وهاي بقى تربيع تساوي 9 الكبيرة ألف تربيع فالألف هتساوي 5 معناته طول المحور الأكبر معروف انه هو 2000 هي ساوي 10 وانا عندي بقى تربيع تساوي 9 يعني بقى هتساوي 3 وطول المحور الأصغر معروف انه هو 2 يعني هي ساوي 6 مجموع طولي محوريه مجموع طولي محوريه 10 زائد 6 يساوي 16 اللي هو مجموع طولي محوريه يساوي كم يا جماعة 10 زائد 6 يساوي 16 G الجواب يا جماعة G تتحرك النقطة واو سين وصاد في المستوى البياني بحيث يتحدد موقعها في اللحظة نون أكبر من أو ساوي 0 بالمعادلتين معطينه هون معادلة سين يساوي نون تربيع ومعطينه صاد يساوي نون فإن معادلة المحل الهندسي للنقطة واو سين وصاد هي طب سين يساوي نون تربيع وصاد يساوي نون تشيل النون وحط صاد سهلة جدا بسيطة تشيل النون هاي وحط صاد يعني سين هتساوي النون النون اللي هيا صاد إذن سين يساوي صاد تربيع يعني ممكن تكتب هايك صاد تربيع تساوي سين بس 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 خلاص خلاص صاد تربيع يساوي هاي ألف بس بس يا جماعة ما هيو يعني ها خب عنكو ليش يعني ليش بدي خب عنكو والله مزح هذا الكلام هذا الكلام ما بيزبط ايش هال ايش هالمصخراعي خلاص هيك السؤال شو دنا نعم الحمد لله مليح طيب شكرا خلاص وهذا السؤال يا جماعة كان آخر سؤال في هذا الامتحان يعني الحمد لله هذا السؤال كان آخر سؤال في هذا في هذا الامتحان طيب ماشي يعطيكو العافية جماعة الله يوفقكو جميعا موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك